أحالت إدارة مكافحة المخدرات 310 أشخاص إلى محكمة أمن الدولة منذ بداية الشهر الجاري بتهم تتعلق بحيازة وطعاطي المواد المخدرة والاتجار بها وبلغ عدد المتهمين منهم بقضايا الاتجار والترويج وحيازة الحشيش الصناعي 55 شخصا وذلك وفق إدارة الإعلام الأمني وكشفت الإدارة عن عدد من القضايا أبرزها في مناطق البادي الوسطى حيث ألقي القبض على 23 شخصا في قضايا مختلفة تتعلق بحيازة وترويج الحشيش الصناعي كما ألقي القبض على سبعة أشخاص في مناطق مختلفة في العاصمة لحيازتهم مدت الجوكر وبودرة مستخدمة في صناعته وأدوات لتغليفها